من فضلك لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب فذلك يدعمنا كثيرا من الصعب ان تختفي مدينة باكملها لتتوارى عن الانظار يرجع ذلك الى عدة عوامل ربما تختفي بسبب حرب او مرض قاتل او تغيير مناخية اكتشفت هذه المدن بعد عدة كرون من اختفائها لتصبح من اجمل واشهر المعالم السياحية في العالم 1- مدينة تروي تعتبر تروي مدينة اسطورية وتقع الان في الشمال الغربي لتوركيا اشتهرت المدينة بواسطة قصيدة هوميروس الشهيرة الالياذ وتضم المدينة العديد من الحطام والاثار المتحطمة نتيجة الحروب التي قاضها سكانها واهمها معركة تروي التي تعود الى منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد 2- مدينة سكارابري تقع سكارابري في جزيرة اوركاني وتعتبر من اهم الكرة التي تعود للعصر الحجري اختفت سكارابري وتوارت عن الانظار بسبب عاصفة رملية قامت بتغطية المدينة باكملها باطنان من الرمال اكتشفت في عام 1850 بفضل عاصفة هائلة ازالت كل تلك الرمال جدران المنازل الحجرية كانت محتفظة بحالتها الاصلية هذا بفضل الرمال التي حافظت على مظهرها وصلابتها اثاث تلك القرية مصنوعا باكمله من الحجارة وهذا لانعدام الاشجار فيها سكن البشر هذه القرية من سنة 2500 الى سنة 3180 قبل الميلاد ولكن بعد ان تغير المناخ حيث اصبح اكثر برودة ورطوبة ترك السكان الاصليين القرية 3- مدينة بابل تعتبر بابل عاصمة بابولونيا وهي امبراطورية قديمة تقع في بلاد ما بين النهرين انهارت المدينة في عام 1180 قبل الميلاد ولكنها نهضت مجددا لتصبح مدينة من مدن الامبراطورية الاشورية في الكرن التاسع عشر الميلادي اشتهرت المدينة بسبب فقامتها وجمال وروعة مبانيها التي تتميز بالالوان الخلابة والمبهجة كل ما تبقى من بابل تلك الحطام الصخرية التي تخلد جمال وروعة هذه المدينة 4- مدينة انكور تضم مدينة انكور العديد من المعابد الشاهقة رائعة الجمال تقع المدينة في كامبوديا وهي تخلد امبراطورية كومير التي لا يوجد لها مثيلا في العالم عاشت تلك الامبراطورية من القرن التاسع الى القرن الخامس عشر وتضم المدينة انكور والتمبل الذي يعد من اكبر جبال ومعابد العبادة في العالم بالاضافة الى بايون تمبل مرت انكور بالعديد من التغيرات الدينية بين الهندوسية والبوذية وانتهت مدينة انكور في عام 1431 على يد مجموعة من الغزاة يعرفون باسم ايوثايا وقاموا بنهب وسلب كنوز وثروات المدينة على الرغم من انتهاء هذه الامبراطورية الا ان المدينة ما زالت موطنا اصليا لمعطنق الديانة البوذية حيث يتوافد البوذيون الى واتتمبل من كل انحاء العالم 5- مدينة البتراء البتراء الاردنية تعني الصخرة في اللغة اليونانية بنيت في القرن الاول قبل الميلاد واطلق عليها الناس معجزة الهندسة المعمارية الصخرية البتراء لم تظهر على الخرائط الغربية حتى تم اكتشافها عام 1812 من قبل رحالة سويسرية اليوم السياح يأتون لها من كل مكان لاستكشاف مقابرها الاثرية ومعالمها الفاتنة بقي موقع البتراء غير مكتشف للعالم طيلة الفترة العثمانية حتى اعاد اكتشافها المستشرك السويسري يوهان لودفغ بركهارت عام 1812 وقد ادرجت مدينة البتراء على لائحة التراث العالمي التابعة لليونوسكو في عام 1985 كما تم اختيارها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق واشترك بقناتنا ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر على سين bride